خلينا نأخذها بشكل عمل أكتر طبعاً أنت عارف اليوم في قنوات فضائية كتير والسوشال ميديا مغرئة يعني الأرض كلها وكتير ناس صارت نوع من الاتكالية يعني بتبحث على الخدام أو النجومية أو المشاهير وكذلك مثل ما ذكرت مرنم أو متكلم بدون الالتزام فموضوع الالتزام الكنسة عم بشوف أنه يعني فيه تراجع إلى الوراء طبعاً كخادم أنت وأنت عشت وعايشت كل هذه الفترات وشايف وعارف إيه رايك وإيش ردك على هذا الموضوع وإيش تشجيعك كمان الحقيقة أسيس نزار إحنا لا نتوقع ثمر بدون زرع عشان كده نبقى عارفين يعني الذين يزرعونا بالدموع يحصدونا بالابتهاج الذاهب ذهاباً بالبكاء حاملاً مبذار الزرع مجيئاً يجيئوا بالترنم حاملاً حزمه أنا بخاف أوي 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 بعد النهاردة قرابة نصف قرن في خدمة الإنجيل بخاف أوي أوي أننا نبقى النهاردة في استعجالنا وراء النتائج والثمار هو أن نلقي بالثمرة في الأرض للبذرة لأن إلقاء البذرة في الأرض يعني الصبر يعني التعب يعني الري يعني الانتظار لكن بكل أسف إحنا مرات كتير عايزين نتائج سريعة تيكا وي بقى زي بالضبط الملابس الجاهزة زي المباني الجاهزة زي الوجبات الجاهزة كمان صناعة المؤمنين الجاهزة الرب يسوع ما عملش كده الرب يسوع يقول يقضى للكل في الصلاة ودعى تلاميذه لما كان النهار واختار منهم إثنى عشر الذين دعاهم أيضاً رسلاً ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا فالحقيقة إن صناعة الثمر فيه كنائسنا أسيس نظار مجهدة ومتعبة لكنها اختصار للوقت وللمجهود رغم إنها بتاخد مجهود وبتاخد وقت لكن الزراعة الحقيقية صناعة التلاميذ الديسايب الميكينج زي ما بنقول بيختصر الوقت رغم إنه بياخد وقته بيختصر المجهود رغم إنه بياخد مجهود عايز أشير إلى آية جميلة جداً في رسالة مثاوسة الثانية أصحاح 2 على ما أذكر الآية 5 رسول بوليس بيقول الآتي يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولاً في الأثمار نعم مش في الإثمار على فكرة الإثمار هي عملية الإثمار نفسها نعم لكن يشترك في الأثمار وكأن الرسول بوليس عارف الآتي الحرث هو أول خطوة وهي خطوة متعبة ومتربة ملقى بالمتاعب والتراب لكنها لازمة وربما الناس ينسوا الشخص اللي حرت أيوة اللي قام بالمجهود الأول بالحرث عشان كده الرسول بوليس بيقول يجب أن الحراث الذي يتعب ده مش هاب يقول لكي ده مش فرصة فيها نشتغل ولا نعمل يوم رياضي رغم أهمية كل الأنشطة وإلى آخره لكن لا الحراث الذي يتعب يشترك هو أولاً لأنه هو تعب أولاً أيوة وده بفهمنا أن إحنا كخدام إذا أردنا أن نبني ملكوت الله علينا فعلاً أن لا نأخذ بالطرق الرخيصة في صناعة نجوم للشباك سواء كانوا متكلمين وأنا بحط نفسي ضمن أو أول هؤلاء أو مرنمين لكن علينا أن نصنع تلاميذ فمن مرات كثيرة الأنشطة والخدمات الكنسية يا أسيس نظار ربما تكون المعطل الأول لصناعة التلاميذ وأنا دايماً بقول أن الأولوية الثانية هي المعطل الأول للأولوية الأولى وأن الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم هذه دعوة أنا بقدمها لنفسي والإخواتي الخدام والقادة الاجتماعات اصنعوا كما صنع الرب يسوع تلاميذ لكي تجنوا ثماراً وهؤلاء التلاميذ الاثناشر غزوا العالم كله وغيروا خريطة العالم كله في قرن من الزمن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر